انا روحت الشرطة وبعدين روحت الجنة بعدها بعد ما خدت القرار ما حاستان اندمت؟ انا حاستان اندمت لحاجة واحدة يمكن انا ما كانش في بني وبن مستر مانويل جزيخ لاف خالص انا اتعلمت منه كتير واي واحد لاف نده لا اكيد اتعلم منه انا جيت في سميشي وفي فلافيو ميشي انا كنت انا مسألك السودة عشان اقولك انا تجربتك اتعامل ازاي فالدنيا انا لما مشيت قلت يا نهرب ايه ده اه بالضبط ازاي انا حتى مكنتش عارف ولا كان حد عارف ان لاف لافيو هيمشي اعترف ولا مستر مانويل جزيه هيمشي يروح للسعودية كان جاله تقريبا فرقة في السعودية تقريبا فقلت ده اللي كان بيلعب هاني العجيزي بدأ بدأ ياخد فرصته لان هو الوحيد اللي قعد بالضبط فقلت لأ انا المفروض ان انا استعجلت وصعب تاني ان انا اردع كنت ليس صغير انا كنت 27 سنة فلا كان فيه برضو يا كابتن او عليش القدر ما تعافش اللي مخبهولك انا انا بقول لحضرتك انا عايز امشي لان الدنيا كانت صعبة وشايف في لافيو خلاص محدش هيشيلهم المكان ده ومستر مانويل جزيه هو اللي بيحط التشكيل وهو اللي مقتنع برقام واحد واثنين وثلاثة فده قدر انا ما كنت شعف ان بعد الموسم ما يخلص الناس دي هتمشي او مثلا تبقى فرصته كويسا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر